اقتصاد المعرفة والتعليم في عصرنا الحالي ومنذ فترة طويلة حصل ما يسمى انفجار المعرفة أو انفجار المعلومات فقد ازداد دور المعرفة والمعلومات والتنمية الاجتماعي واصبحت هناك علاقة وثيقة مرتبطة بالمعرفة والمعلومات والتنمية الاجتماعية وكلما ازداد حكم المعارف والمعلومات كلما تطور المجتمع والمعرفة ليست مقرد عمل صغير ولكنه عبارة عن تراكم معلوماتي مستمر ممزوق الخبرة عبر الزمن اي انه لفترات طويلة تتراكم هذه المعرفة في المجتمعات تزداد تتطور تتنوع بحيث يتمكن الفرد بصفة خاصة والمنظمة بصفة عامة من التصرف في وطن معين بشكل مناسب بحيث يتم الاستفادة من الفرص المتاحة في اي مجتمع وكذلك مواقهة التهديدات بحيث يتمكن الفرص المعرفة ليس المهم ان يكون لديك معرفة كمنظمة او او كفرد فقط ولكن فيما تسهم به من تحقيق قيمة مضافة والقيمة المضافة تعني مقدار ما يضيفه الفرد او المنظمة المنظمة للنشاط السابق بحيث يتم الاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد الاقتصاد العالمي الذي بات يغرف اليوم بما يسمى باقتصاد المعرفة وهو ما اللاحظ اليوم انه هذه المعرفة اصبحت ذات اهمية قصوى فلم يعد فقط الدول والمنظمات تبيع الانتاج ولكنها اصبحت تبيع المعرفة تبيع المعلومة المعرفة لكي تكون معرفة مطلوبة ومحددة وتفيد المجتمع وتفيد المنظمة بشكل عام فلابد لها من سمات او من خصائص اولا التراكمية التراكمية ان تتراكم ان تزداد ان تتطور مع الزمن وان يتم مراقعتها وتعديلها والاضافة اليها كذلك ان تكون منظمة اي لا تكون عبارة عن اشياء متناثرة او مختلطة ليس بينها رابط فمثلا يكون هناك تنظيم للمعرفة المتعلقة بالطب للمعرفة المتعلقة بالهندسة للمعرفة المتعلقة بالادارة بالاقتصاد وهو موضوع عصرنا الحالي كذلك الشمولية اي ان تشمل كل نواحي النشاط في المجتمع وليس مجرد الاقتصار على نقاط معينة بحيث ان الان اصبح العالم ينتقل من الاقتصاد المتخصص الى الاقتصاد المتنوع نلاحظ في التجارب مثلا التطور او الانفجار في الانتاج والتطور في الصين بحيث اصبحت الامور هناك شاملة لكل المناحي الحياة فلم يعد هناك شيء لا تستطيع الصين ان تنتقه اليقين اي ان تكون المعرفة حقيقية ويقينية وليس مجرد تخمين الدقة الدقة يجب ان تكون المعرفة دقيقة والدقة اعلى من الصحة وفي هذا مثل الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يونس وارسلناه الى مائة الف او يزيدون هذا الكلام صحيح ولكنه ليس دقيق لو كان دقيق لكان الله سبحانه وتعالى حدد بالضبط اذا الدقة هنا مهمة فالدقة هنا مهمة جدا ومن هذا القرآن استفيد ان هناك فرق ما بين الصحة وما بين الدقة فالدقة لا تعني التطرق للشيء بلا اقصى اقصى مراحله حتى في اصغر تفصيلاته اذا هنا المعرفة لازم تكون مترتبة في هذا القانب التقريب اي ان تكون مقردة بعيدة عن الاهواء الشخصية كذلك من خصائص المعرفة البحث عن الاسباب نقب ان يعرف المجتمع بالضبط ما هي الاسباب التي تدفع للبحث عن معرفة معينة المعرفة يمكن توليدها من خلال البحث البحث العلمي الممنهج المنظم وليس العشوائي من خلال الاستنباط خلال الاستقراء اي ان نستنبط من الحالة العامة ما سيكون في الحالة الخاصة وما سيكون في الحالة الخاصة في الاستقراء ما سيصبح في الحالة العامة والقيام بعملية التحليل والتحليل معناها هنا أن نحن نفصل الشيء إلى أجزاءه لمعرفة مكوناته والعلاقة بين هذه الأجزاء ثم ما سيترتب على هذه العلاقة التركيب أي أن المعرفة تتركب من أنواع متعددة وكذلك حتى في نفس النشاط نفسه تكون متركبة من أجزاء متعددة إمكانية تصنيفها أي لا تكون المعرفة عبارة كما قلنا عن أشياء متناثرة ولكن يمكن تصنيفها إلى أنواع متعددة طيب هندسة إدارة اقتصاد اكتماع وإلى آخر وإمكانية امتلاكها في الكتب في الأقراص في أي شيء بحيث يتم الاستفادة منها لاحقا في أي وقت وتخزينها للاستفادة منها مصادر المعرفة القرآن الكريم نحن كمسلمين أول مصدر المصادر المعرفة لدينا هو القرآن الكريم وكذلك بالنسبة للديانة الأخرى كل ديانة لها مصدر أساسي فالمسيحيين مثلا سيقول الإنجيل واليهود سيقولون التوراة إنما نحن كمسلمين نؤمن أن أفضل كتاب من مصادر المعرفة هو القرآن الكريم وهو الذي وفر لنا المعلومات الأساسية والضرورية أو المعلومات العليا التي نستفيد منها في حياتنا السنة النبوية والتي تطورت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين بحيث وفرت لنا كم مهائل من المعلومات التي تفيدنا في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الآخرية التراث وهو الميراث التي تمتلكه الشعوب والشعوب الحية لها ميراث متواصل نحن مثلا عندنا في اليمن ميراث طويل من الحضارة اليمنية المتعاقبة وتكون لدينا التراث حقيقي فمثلا في الزراعة سنجد أن المزارعين لديهم معلومات عن الزراعة يستفيدون منها في هذا المقال ويتداولونها من قيل إلى قيلا آخر كذلك في الإدارة في الإدارة هناك تراث وأصبح لدينا كم مهائل من الموروث الإداري الذي يمكن أن نستفيد منه الثقافة العصرية وهي الثقافة العصرية المتنوعة التي تتداولها الشعوب وتبني عليها ويجب الاستفادة منها فلا يجب على الإنسان أن يكون منعزلا في المجتمع بل أن يستفيد من ثقافة الشعوب أعمال العقل والعقل هنا عامل مهم جدا في عملية إبراز المعرفة المعرفة مرتبطة بالعقل من لا عقل له لا معرف له الحدث أي التخمين بحيث يستفيد الشخص من خبراته ويربطها بالخبرة المباشرة والحدث لتكوين معرفة الملاحظة يلاحظ الإنسان الأشياء التي أمامه وخاصة في التجارب العلمية بحيث أنه يمكن القيام ببعض التجارب العلمية الدقيقة والمنظمة وإجراء الملاحظة عليها ومن ثم تكوين منها معرفة وفي الجانب الإداري والجانب الاقتصادي يمكن القيام بذلك وتكوين معرفة حقيقية الاطلاع على تجارب الآخرين من المهم جدا أن الإنسان يطلع على تجارب الآخرين ولا يقول سنبدأ من البداية لأن البداية لا يوجد شعب بدأ من البداية فالأوروبيون استفادوا من علم المسلمين ومن تجاربهم ومن كتبهم وقد كانت المجامعات الأوروبية تدرس كتب ابن الهيثم في الطب وابن النفيس وابن سينة وإلى آخرين والمسلمين استفادوا من تجارب الرومان واليونان والهنود والفرس وهكذا فلا يوجد حضارة منقطعة لا يستطيع أن يقول الشخص أنا فقط لوحد في هذا العالم أنواع المعرفة المعرفة الصريحة وهي معرفة رسمية مكتوبة منظمة موجودة في الكتب موجودة في الوثائق ويمكن نقلها إلى الآخرين بسهولة وهذا طبعا تمثل جانب مهم جدا لأن أصبح الأشخاص والمنظمات يعتمدون عليها اعتماد كبير المعرفة الضمنية التي اعتمد على الخبرة الشخصية أي التي مخزنة في عقل الأفراد وهذه معرفة مهمة جدا ولهذا يقول أحدهم متفارغا كتب كتاب متفارغا هذا الكتاب يقول فيه أنه إنسان قبل أن يموت يجب أن يكتب كل ما لديه من معلومات لأن ثروات الشعوب ليس في النفط ولا في المعادن ولا في المصانع ولكنها في عقول الأفراد ومن يموت ولم يكتب هذه المعرفة بالتالي ستذهب هدرا ولهذا يقول أحدهم أن أكبر معرفة وأكبر ثروة للبشر هي موجودة في المقابر لأن الناس قد ماتوا ولم يكتبوا مثل هذه المعرفة وبالتالي على المنظمات والأفراد كتابة هذه الأشياء التي لديهم من خبرة وقواعد وحدث وحكم شخصي بحيث يمكن استفادة منها تصنيف آخر المعرفة المعرفة القوهرية وهي معرفة هامة جدا تمثل الحد الأدنى الواقب توافره لدى الفرد والمنظمة فالفرد يجب أن يعرف من إلهه ومن ربه وما هو هدفه وما الحياة والمنظمة يجب أن تعرف ما هي الأهداف التي يجب أن تقوم بها وكذلك الأفراد الذين يعملون لديها يجب أن يكون لهم معرفة بماذا تريد المنظمة وما هي أهدافها الأساسية وكيفية إنجازها المعرفة المتقدمة وهي معرفة مهمة جدا لأنها ستمكن المنظمة على البقاء والتنافس وبالتالي ما يتطلب البحث والقهد المعرفة الابتكارية وهي المعرفة التي نلاحظ أنها موجودة في هذا العصر والتي تركز عليها المنظمات بالصفة العامة والتي تمكن المنظمة من البروز في مجال الذي تعمل بس نشاط دياري صناعي اقتصادي وكذلك تمكن من المنافسة والبقاء في هذا العصر الذي أصبحت فيها المنافسة لا ترحم منافسة قاتلة مجتمع المعرفة إذن المعرفة ليست عامل وحيد أو عامل منفرد ولكنها مرتبط مجتمع متكابل مقلة عربية يصدرها التقدم والتقمع الوحدة في مصر كان شعارها لا يوجد مجتمع فيه يقض وفيه أفراد نائم ولا مجتمع فيه أفراد يقضون والمجتمع نائم فاليقضاء هي عمل متكابل وبالتالي يبعى المجتمع بشكل كامل يهتم بدور المعرفة يوفر البيئة المناسبة لتفعيلها وتنشيطها وزيادة عطائها صارت المجتمعات الأيام فهذه تتنافس على حكم المكتبات التي تقيمها على عدد الإصطارات في الكتب على كمية الكتب التي تطبعها لذلك يتوفر معرفة حقيقية وأصبح لدينا الأنترنت الذي فيه سيل هايل من المعرفة التي يمكن الاستفادة منها وليس مجرد تبادل الرسائل كما يحصل في بعض دول العالم الثالث مجتمع المعرفة يحتاج إلى تعليم عال ومتطور مجتمع يعتمد على تعليم متطور حديث تستخدم فيها الأساليب الحديثة بحيث استطيع الفرد أن يتعلم سواء في بيته أو في الجامعة أو حتى في الشارع لكي يستفيد المجتمع المعرفة هو الذي اتخذ المعرفة بكل أبعادها ومضامنها وتطبيقاتها في مختلف مجالة الحياة وليس في مجال واحد الآن نقدم المجتمعات المتقدمة أصبحت تعتمد على المعرفة في كل الاتجاهات لم يعد هناك مشكلة بالنسبة لها في أي جانب أو في أي نشاط أما المجتمعات التي ستنحصل في نشاط واحد فإن هذا المجتمع ستنتهي ولن تحقق أي شيء إذن المجتمع المعرفة مجتمع الأفراد فيه والجماعات والهيئات والمؤسسات والدولة تتكامل فيها المنظومة بالشكل الكامل بحيث يكون هناك نهوض حقيقي للجميع أسس قيام مجتمع المعرفة إطلاق حرية الري والتعليل وهذا الكلام مهم جدا فلا يوجد مجتمع تستطيع الدكتاتوريا فيها أن تقتل فيها الناس الدكتاتوريا لا تحقق المعرفة وإن حققت فلفترة معينة ثم بعد ذلك ستفشل لماذا؟ لأن حرية الري والتعبير مطلوبة بحيث يستطيع الناس أن يكتهدوا أن ينقزوا أن يتطوروا أما المجتمعات التي تكمن أفرادها لا تعطلهم حرية الري وحرية البحث نلاحظ مثلا أن المجتمعات العربية أصبحت أكثر المجتمعات مصدرة لمن؟ للكفاءات والخبرات والباحثين إلى دول أوروبا لأن في أوروبا وأمريكا مجتمعات تشجع على حرية الري والتعبير والبحث ومجتمعاتنا لا تشوف وضمانها بالحكم الصالح الرشيد ولهذا سنجد أن هناك عبارة جميلة للشيخ الشعر يقول فيه أن اللعب وهو مقام اللعب تم وضعه قوانين القد في مباراة كرة القدم إذا أخطأ الحكم خطأ واحد حبت القماهير وحب اللاعبين وهب المجتمع وتحمل كثير من اللوم بينما نجد أن الحكام يخطؤون في اليوم مئات بل آلاف بل ملايين المرات ولا أحد يحاسبهم إذن لكي يكون لدينا مجتمع معرفة لا بد من حكم صالح حتى البلدان التي تتميز بين أنظمة ديكتاتورية مثل الصين سنجد أنها في الجانب الاقتصادي أطلقت حرية التفكير والبحث والتطوير واستطاعت أن تعطي للناس الفرصة لكي يعملوا كذلك نشر تعليم راقي نوعية التعليم يجب أن نطور ونحن في مجتمعاتنا تعليمنا تعليم متأخر تعليم قديم لا يكاد يقدم الكثير في مثل المعرفة لكن المطلوب فعلا أنه الآن تتحرك القوة في المجتمع لمحاولة تطوير التعليم بما يؤدي إلى تطوير المجتمع كذلك البحث العلمي والتطوير في العالم كله تسجل في اليوم الواحد عشرات بل مئات الأبحاث في كافة المجالات ولهذا سنجد أنه العالم صار يتكلم عن اللغة الإنجليزية ليس لأنها لغة مفروضة على البشر بقوة السلاح ولكن لأن الأبحاث أصبحت بهذه اللغة طيب فماذا نحن علينا؟ كانت في فترة من فترات اللغة العربية هي لغة البحث العلمي وكانت أوروبا تتطور منا وحتى لنظر نقول كنا وكنا يجب أن نشجع البحث والتطوير لكي نؤسس نموذج معرفي أصيل يقوم على أن المعرفة هي المتغير المستقل وما يحدث في المجتمع بعد ذلك هو متغير تالى خصائص مجتمع المعرفة المعرفة التخصصية العالية أي أنه عندما يعد هناك شخص سيتخصص في كل المجالات ولا منظمة ستتخصص في كل الإنتاج بل كل واحد منهم يتخصص فيما يتناسب مع أنشطته وجود منظمة تعليم جامعات معاهد عليا معاهد متوسطة مدارس تمكن الأفراد من التفاعل مع بعضهم البعض وليس مجرد التلقين كما هو ملاحظ وكذلك التعامل مع العالم الخارجي اعتبار أن المعرفة من شروطها الأساسية التواصل بالخارج والاستفادة مما يعمل الخارج والعمل كفريق واحد وليس كجزر متناثرة إنتاج المعرفة إذن خصاص المعرفة مجتمع المعرفة نحن ننتج المعرفة ننتج المعرفة بشكل متواصل مستمر متطور ومن ثم نقوم باستخدامها وليس مجرد إنتاج المعرفة ورميها في أدوات التخزين توفير تقنية الاتصالات والمعروبات وضمان القودة الآن العالم يربط ما بين الاتصال والمعلومة فالمعلومة تنتقل بشكل سريع من خلال وسائل الاتصالات وليس كما نلاحظ اليوم مثلا في الانترنت السياد لدينا لا تستطيع أن تحصل على معلومة إلا بشق الأنفس ضمان القودة والعالم صار يتنفس القودة لا يوجد مجتمع يستطيع أن ينافس بشيء لا يتميز بالقودة متطلبة مجتمع المعرفة واحد وجود قيادة إدارية فعالة كما تطرقنا من سابق قلنا لابد من وجود حكم رشيد يضمن حريات الرأي والتعبير والبحث والتطوير والإنتاج أي وجود قيادة إدارية فعالة فلا يوجد منظمة تستطيع أن تستمر في ظل وجود قيادات تقليدية لا تفهم ولا تعيمة وضع الأسس والمعايير أي نشاط لابد لهم من أسس ومعايير يعني أسس ومعايير معناها أهداف يتم الاسترشاد لها ومن ثم سيتم التنفيذ السليم إنما لا يقدش عمل عشوار تمكين العاملين والتمكين صار مهم جدا ليس فقط إعطاء الفرصة أو الوقت أو إتاحته بل تمكينهم بشكل كامل ليشاركوا في وضع أهداف المنظمات وسياستها بشكل عام وكذلك المؤسسات التعليمية التي يتم العمل بها فلا يوجد مجتمع يستطيع أن يضمن المعرفة بشكل كامل إلا إذا تح الفرصة لهم للمشاركة ومن خلال المشاركة والشفافية إذن قيادة إدارية إثنين سلطة سلطة إذن مرتبطة بالقيادة الإدارية كذلك تمكن من التنفيذ بعدما عملنا المعايير والأسس والخطط والبرامج لجب أن تنتقل إلى الواقع العامل وهنا ترتبط بظل هيكل تنظيمي مريب وقد تنبه الفريد شندلر في ستينات القرى الماضي لأهمية ذلك فقعل من الاستراتيجية متغير مستقل ومن الهيكل التنظيمي متغير بحيث أن الهيكل التنظيمي يتغير بتغير الاستراتيجية وليس مجرد هيكل تنظيمية ثقيلة جامدة كما هو حصل عندها وجود بناء استراتيجي متكامل إذن استراتيجية يعبر عن التوقعات الرئيسية والنظرة المستقبلية والاستراتيجية هي عبارة عن خطة مستقبلية عن أسلوب للتحرك ما الذي ستعمله في المستقبل إذا لم يكن لديك هذا البناء الاستراتيجي فلن تستطيع أن تتحرك إذن على المنظمة أن يكون لديها استراتيجية لإنتاج المعرفة التغير الثقافي ثقافة العاملين هي أسلوب عملهم القيم والمعتقدات التي يحملونها والتي من خلالها يمارسون أعمالهم قد تكون هذه القيم والمعاييق قديمة لا تتناسب مع طبيعة العصر وهذا ما نلاحظه في كثير من مؤسساتنا ومنظماتنا وكهنعاتنا مما يطلب التغير الثقافي لهؤلاء لكي يفهموا أن العصر لم يعد هو العصر الصعب إعادة تركيب الموارد المشارية كل منظمة لديها عاملين ولكن يجب دراسة مكونات هؤلاء العاملين العدد الوظائف التي يقومون بها الموحلات التدريب التطوير الثقافة بحيث يتم إعادة تركيب هذه الموارد المشارية بما يمكن من تحقيق تطور والتطوير ومجتمع المعرفة لأن البشر هم الروح الذي من خلاله ستتحرك المنظمة فلا قيمة للموارد المالية ولا قيمة للأرض ولا قيمة للآلات والمعدات بدون البشر وإذا لم يكون البشر ذو طبيعة عصرية متطورة قادرة على إحداث المعرفة فلن يكون هناك أي نجاح نظم معلومات متكاملة والمعروف أن المنظمات الآن أصبحت لديها أنظمة معلومات متكاملة إنتاجية إدارية ثقافية تصادية تسويقية وإلى آخر ومحاسبية لابد من نظم معلومات متكاملة تستطيع أن تخزن البيانة وأن توفرها في الوقت المناسب بحيث يمكن اتخاذ القرار السلو إعادة هيكلة أو إعادة هندسة العمليات المنظمات لديها هياكل ولديها أنشطة ولديها عمليات من المؤكد أنها قد تكون ناجحة في فترة من الفترات ولكن ذلك يتطلب مراجعتها وإعادة هيكليتها وإعادة تصميمها من جديد ما يحقق المنظمات تحقيق التواصل الفعال بين الإدارة والعاملين وبين العاملين بعضهم البعض لكي يتم اتخاذ القرار السلو إدارة المعرفة هي أحد المداخل الإدارية المهتمة بإدارة الرصيد الفكري إذن هنا مدخل إداري اسم مدخل إدارة المعرفة يدير الرصيد الفكري للمنظمات بصفة عامة وللجانعات بما يمكن هذه المنظمات من تحقيق أحدافها وتوليد المعرفة الشخصية والمؤسسية بكفاءة وفاعلية ونشرها وامتلاكها بحيث أن هذه المعلومات يتم دراستها تطويرها بحثها جمعها ومن ثم نشرها ليتم الاستفادة منها ومن ثم الانتقال إلى الانتاج طبعا أهمية إدارة المعرفة مؤشر على طريقة شاملة وواضحة لفهم المبادرة لماذا؟ لإزالة القيود التي تحد من تصرفات المنظمات وقدرتها على التطور والتطوير إعادة الهيكلية حتى لا تظل المنظمات قامدة سواء في أنشطتها أو في هياكلها ما يمكن من مواكبة البيئة الاقتصادية البيئة الاقتصادية عندما تواكبها بشكل كويس وتلبي احتياجتها ستؤدي إلى زيادة حوايا المنظمة عوايد المنظمة أرباح المنظمة تحقيق احتياجتها ومن ثم تحقيق رضاء العاملين تحسين مستوى معيشتهم منحهم الحوافز المكافأة وبالتالي اكتساب ولاءهم ومنظمة بدون ولا من العاملين لا يمكنها من الاستمرار بشكل سليم مما يمكن من تحسين الموقف التنافسي وهذا ما نلاحظ أن كثير من القيهات بدأت تهتم بالعاملين بشكل كويس حتى أنه في أحد المنظمات العالمية وقد مدير الشركة أن هناك شكوى من أن رواتب الموظفين منخفضة طبعا المنخفضة بمعاييرهم وليس بمعايير منها قام الرقل بالتنازل على الراتب الذي كان يصل إلى مليون دولار تنازل إلى 70% من الراتب ووزعها على الموظفين إذن التركيز هنا في إدارة المعرفة على الموجودة غير الملموسة لأنه إلى فترة ماضية كان يتم على التركيز الموجودة الملموسة مصانع آلات معدات أرض إنما الآن صارت التركيز على المعلومة التي يصعب قياسها ولكن نتائجها تظهر على المدى الطويل ففي المجتمعات المعرفة المعرفة ذات قيمة أعلى عمليات إدارة المعرفة توجد مجموعة من العمليات التي يجب أن نركز عليها أولا تشخيص المعرفة لمعرفة ماذا هو موجود داخل المنظمة من المعرفة وما هو موجود لدى الأفراد وما نحتاجه وحتى المعرفة التي لا نحتاجها لها يجب أن نوثقها ما لا نحتاجه اليوم سنحتاجه غدا اكتساب المعرفة خلال المؤتمرات ندوات ورش خبرة ومعرسة وليس مقرد حضور المؤتمرات علشان واحد يصور أو الندوة علشان يحصل على مبلغ مالي ولكن ليش الاكتساب المعرفة توليد المعرفة أن يتم إنتاجها بحيث تكون لدى المنظمة معرفة تستفيد منها نقل المعرفة إذن بعد ما ولدنا المعرفة نقوم بعملية نقلها نقلها إلى الآخرين من خلال التدريب والتعليم في المؤسسات التعليمية وكذلك في المنظمة على المنظمات يكون لديها برنامج واضح للتدريب ترميز وتخزين المعرفة وتصنيفها بشكل منظم ومفيد حتى لا تكون مقرد جزر متناثرة أو مختلطة لا يتم الاستفادة منها ولكن يجب أن نحدد ماذا نحتاجه وكيف نضمه بحيث يتم الاستفادة منها بشكل سريع التطوير أي أن المنظمة لا يجب أن تستمر على المعرفة السابقة ولكن تعمل على تطويرها إضافة الجديد ومن ثم توزيعها إلى آخرين تطبيق المعرفة كما تكلمنا من سابق المعرفة يجب أن تولد تنتج ثم تطبق ليتم الاستفادة منها لا قيمة للمعرفة إذا لم يتم تطبيقها تشارك المعرفة مع المؤسسة التعليمية وهذا طبعا التشارك الآن أصبح يتم في كثير من المنظمة تتشارك المعرفة ولكن التشارك فينا يأتي في كثير منها بمقابل مادي مما جعل كثير من المنظمة تستفيد استفادة كبيرة من المعرفة وتزيد أرباحها معالم إدارة المعرفة عشان نحن نعرف هل لدينا معرفة أو لا أولا نجيب أن نقيس الأداء نقيس الأداء اللي نحن نعمل في بلاء ثم نولد المعرفة ثم نطبق المعرفة ثم نعيد القياس من جديد لمعرفة حجم التطور الذي حدث بحيث يتم العمل على معرفة ما الذي أنجزناه وهل استفدنا منه وهل تطورنا إلى آخر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إذن موضوع جديد اللي هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتمد على المعلومة وارتباطها بالاتصال كما قلنا مفهوم التعليم الإلكتروني وهو تعليم حديث يعتمد على القيام بتدريس أكبر عدد من الناس في أكثر من مكان في نفس الوقت دون أن ينتقلوا من أماكنهم بل أن يتعلموا جميعا ويشاركوا ويناقشوا ويختبروا ويحصلوا على نتائجهم في نفس الوقت وفي الأخير يحصلوا على معلومة عالية أثر انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثرت بشكل كبير جدا على العالم مما أدى إلى انتشار التعليم في أكثر من مكان وظهر لدينا التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني وإلى آخر أهمية التكنولوجيا في اقتصاد المعرفة يجب أن نضع في اعتبارنا أنه لا اقتصاد معرفة بدون تكنولوجيا لا بد من تقنية تقنية في كل المجالات تقنية في الاتصال تقنية في الانتاج تقنية في التسويق بحيث يتمكن من وضول إلى اقتصاد المعرفة متطلبات بناء القدرة التكنولوجية في مؤسسة في اقتصاد المعرفة لابد من وجود مؤسسة بحث علمي تبحث وليس مجرد تعتمد على الآخرين كما تعمل منظمتنا المتطلبات التعليمية والتكنولوجية لتعليم قلقيل الرقمي التعليم مهم البعض قد يقول نحن نركز كثيرا على التعليم نعم لأنه بدون التعليم لا قيمة لأي أشياء أخرى لم تتطور الأمم إلا بفضل التعليم وكلما كان هناك تعليم متطور كلما كان هناك مجتمع متطور مزايا استخدام التكنولوجيا في التعليم زيادة المتعة والرغبة في التعليم لأن الشخص حيتعلم في أي وقت حيشارك إتاحة التعليم الذاتي أي أن الشخص يعلم نفسه من خلال المتابعة من خلال المشاركة من خلال حضور المحاضرات حتى ولو منستطيع حضورها في الوقت اللي كانت تعرض فيه تعلم الجماعي أي تعليم أكبر عدد ممكن تعليم التفاعلي الناس يتفاعلوا مع بعضهم يناقشوا يشاركوا يقدموا المعلومة يقدموا البحث وليس مجرد عملية إلقاء واستقبال توفير المعلومات المرئية وهذا ما يفيد مثلا عندما نتكلم عن اقتصاد معين كان يمكن أن نعرض مثلا تطورات الاقتصادية توفير المحاكاة والنماذج خاصة في الجانب التي يحتاج إلى أنه مثلا في الجانب الطبي النماذج بحيث يطبق عليها التعلم تقليل فترة التعلم فالطالب ممكن يأخذ الدراسة في فترة أقل ولكن مع ضمان أنه تعلم تحقيق العداوة المسالة والمسالة بحيث أن الناس سيتعلمون في أكثر من مكان وفي نفس الوقت أو في أوقات أخرى حتى ولم يستطيعوا خاصة أن هناك مناطق في بعض المجتمع قد تكون مناطق نائية أو قد تكون هذه المناطق فقيرة ما يسأل وصول إليهم التعليم الإلكترون فعالية التكلفة أي أن التكلفة التي تتبذل سيقابلها زيادة في عدد الذين سيتعلمون والمعلومة التي سيتصل إليهم والوقت بحيث يمكن أن التكلفة هذه تصبح أقل كل ما تطور الزمن مواجهة التحديات التي تواجهها مؤسسة التعليم العالي وقد تطرقنا في الفصل أول من هذا الكتاب للحكمة وقلنا أن هذه التحديات التي تواجهها مؤسسة التعليم العالي مثل التي هي زيادة عدد الراغب في التعليم الإمكانيات المحدودة المقاعد المحدودة الكوانب المالي التي تحتاج إليها المنظمة وتكون غير متوفرة من خلال عملية التعليم الإلكتروني سيتم التخفيز من ذلك ترجمة نانسي قنقر شكرا